المترجم للقناة الحارس الاساسي في اختيارات النخب الوطني جمال بلماضي بدران وماندي في محور الدفاع الطال على الجاتي اليمنى بن سبعيني على الرواق ليسر زروقي وزرقان بالاضافة الى ابراهيمي امامهما في متوسط الميدان بينما في الهجوم ادم الناس بليلي على الرواق ليسر وبغداد بنجاح كرأس حربة ومهاجم صريح هذه تشكيلة النخب الوطني جمال بلماضي الطامح لرقم جديد ولهيبة والحفاظة قول على الهيبة وللبقاء في نسق الفريق غير المنهزم ماذا سيفعل بليلي يتقدم بالكرة بنجاح يتقدم بنجاح تخب الوطني الجزائري هنا الخطورة هنا الصعب الكرة تدخلت احدى استدات مؤسسة قطر هنا التوزيعة منعوبة بالشكل مبتع يحاول المو بليلي اتطلق بليلي تخرج البالي مباشرة تصل في الرواق الايسر التوزيع منع الطاني الجزائري تلعب بغداد بنجاح الهدف الاول المباغت للخضر الهدف الاول المباغت للخضر بطريقة مباغتة مفاجئة عدم الناس أبراهيم يرجح لبليلي يلا يالله يا بليلي التستيد اه دفاع بصعوبة والدفاع يتدخل خرجها تبقى الخطورة محاولة توزيع هذه الكرة بولح خرج بولحي خرج بولحي لحسن الحظ لحسنين طلقه رامز يطلق رامز التستيد اه دا با 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 مبتعز مبتعز المحاولة من رامز لم يجد الحلول فقرر التزديد موقع بسهولة يتقدم بلايلي بشكل مبتاز ولكن التركيز والثقة في فرما عالية زروقي من هناك لبلايلي بلايلي بلعني بونجح من بونجح يلا يا بونجح التزديد امبراهيمي التزديد امبراهيم اليوم لما حارة المرور بين ثلاثة العناصر ترد مكنش من المرورة بالغاني من صناعة اللعب حذري من الفنيات حذري من المهارات الفردين يصل عليها عطال يبحث يتريث يتذر المسالدة ولكن هناك في الدوري الهولندي الكرة تلعب لكن بالخطأ على رامي بن سبعيني الحكم يترك اللعب الكرة غانية في الرواق الأيسر محاولة من راكل المرور عن طريقة المراوغة من بوكيل اتشارد ولكن الحضور القوي والذهني البدني والذهني من يوسف عطال بإمكاننا أن نحتسبها حتى في عدة مرات الفوز ولو أن الناخب الوطني جمال بالماضي له رأي آخر ودس امبراهيمي في تنفيذ هذا الخطأ يلا يا سين مباشرة اوه كرة اخرى بنجاح بغداد غاير محظوظ حقيقة مرورت بالنسيد سيء ظل المرور من لكي وزع بلايلي توزيع الممتازة طويلة بعيدة بلايلي من راكلة تصل الكرة اوه اتفائهم نوعا بلايلي معه بن سبعيني فضل مراوغة يتقدم에 بلايلي يحصل على الخطأ يحصل على الخطأ والمخالفة بلايلي سلامات على بلايلي يوسف محمد بلايلي احد افضل وابرز العراق نقريين بدور أبطال إفريقيا إبراهيمي في تنفيذ الخطأ مباشرة وبنجح نشاهده بنجح بروعة بنجح حذاري 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 يعني الضبط الأولاق هنا الكرة حذاري من هذه للتسديد حذاري 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 بروعة بذاته الركلية تلعب مباشرة طويل بنجح بروعة حذاري 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 صعب الكرة صعب الكرة خرج الكرة إلى خمسة أمتار وخمسين خرج الكرة مطالبة بركل الجزاء ولكن الحكم كان قريب من دواغ المرة وغايا السلام حكم القطر يعطي إشارة التنفيذ مباشرة طويل لمنسا جونتان ترسل الكرة التبادلات بين حذاري 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 بروعة ولم أنتبه لذلك العفو مشاهدين التسديد ومبولحي في المكان المناسب بطريقة مرتزة أقول بالكرة توقع المعطال توقع العطال توقع العطال الهدف الثاني للمنتخب الوطني الهدف الثاني للمنتخب الوطني بحدود الدقيقة الخامس والسبعين هدف رايع بعد عمل عيسى ماندي يستنجد بكل ثقة حذاري يا رئيس حذاري حذاري قمت بمرعطال يفضل ثالث براية يوزح بولو الثالث الهدف اسلام سليماني السلام سليماني السلام سليماني السيبر سليم الهدف الثالث للمنتخب الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهار ده بقى عملنا كيكة ان شاء الله جميلة قوي والحيطة خاطيرة هتعجبكم قوي بالبرتقان وهتشوفوا طريقتها هتعجبكم ان شاء الله قوي ولو عجبكم الفيديو ان شاء الله متنسونيش في اللايك والشراك في القناة طبعا كل واحد ده بيقطع بالطريقة اللي هو عيزها واسهل كيكة تعمليها وانت واقفة في مزقاي الكيكة بقى طلعت من الفرن ان شاء الله عليها اسفنجية ازاي طبيعة ازاي وريحتها حطيرة وان شاء الله تعجبكم لو جربتوا الطريقة وبالهنة والشفة ان شاء الله وكل السلامة وانتوا طيبين السلام عليكم